السلام عليكم اهلا بكم حبيبي معاكم ميس مروة من قناة ميس مروة النهاردة ان شاء الله هنستكمل شرح ما انا هتكون نكت بلاس لجريت فور كنا في الفيديو اللي فات كده خلاص وصلنا لليسن سري في يونت وان النهاردة ان شاء الله كده هناخد لليسن فور في يونت وان طيب قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تنزلوا على طول تعملوا لايك للفيديو عشان بعد كده ينزل لكم الفيديو الجديد طيب نبدأ مع بعض كده نشوف البوكابل موجودة النهاردة عندي في لسن فور عندي نامبر وون بيري سبورتز بيري سبورتز رياضة المعاقين انا مش بحب اقول كلمة معاقين هي مش بتتقال معاقين دلوقتي بنقول اه زو الهمم او زو الارادة يبقى النهاردة حنتكلم على سبورتز الرياضات الخاصة بمين الخاصة بزو الهمم يبقى النهاردة حنتكلم على ايه حنتكلم عن سبورتز الرياضات الخاصة بمين الخاصة بزو الهمم او زو الارادة طيب هي اسمها ايه بيري سبورتز بيري سبورتز اوكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي في الاساس اسمها اوليمبكس 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 اوكي وعندي مسابقة عالمية اسمها انترناشنال صح وممكن لو سمعتوها كمان الاتنين صح يبقى عندي بير سبورتز فاراليمبك جيمز اوليمبكس انترناشنال كومبتشن اللي هما لعبوا العاب القوة لو تفتكروا روها الكلمة دي كانت موجودة في جريد ثري في يونت وان في الترم الاول دي سابالتز اعاقات دي سابالتز اعاقات ديفرنت كونتري دولة مختلفة ايز هلد تعقد او تقام دي دي كيشن دي دي كيشن اخلاص او تكريس يعني ايه مسمرو اصلا بالعربي اخلاص او تكريس هو عايز يوصل لنا النهاردة في لسن فور ان الناس دي لما بتيجي تكسب مسلا في كامتشن لما بتكسب في منافسة او بتكسب في مسابقة هم بيكونش موضوع حظ معاهم انما الناس دي بيكون عندها يعني بتقرس كل وقتها مسلا ان هي تلعب سبورت اكيد كل يوم بتتمرن اوكي يعني اكيد الناس دي وقتها كله مش لللعب بقى والكلام ده لا الناس دي بتذاكر كويس بتتمرن كويس يعني بتشتغع نفسها كويس قوي الاخلاص او التكريس ممكن يكون في اي حاجة ممكن يكون في سبورت انت بتمارسها ممكن يكون في مادة انت بتحبها فبتحب تنامي مهاراتك وتقرأ فيها كتير وتاخد فيها كورسس مسلا يبقى عندي اخلاص او تكريس اسمه dedication dedication اوكي hard work عمل شاق get to تصل الى level مستوى have fun استمتع opportunities for us حولها تاني opportunities for us take place take part repeat after me parisports paralympic games paralympic games olympics olympics international competition international competition dedication dedication hard work hard work get to get to level level athletes 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 disabilities disabilities different country different country is held is held have fun have fun have fun opportunities 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 take place take place take place take part take part in the next part هنا عندي بطل رياضي اسمه champion 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 بطل رياضي طب البطولة نفسها بقى اللي هي الناون اسمها championship 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 بطولة يبقى عندي champion بطل رياضي championship بطولة gold medal ميدالية ذهبية silver medalية في الضية يبقى عندي silver يعني في الضية لو قلت gold medal يبقى ميدالية ذهبية ده بيبقى فريق وطني ده بيبقى فريق كده خاص بالدولة اللي انت عايش فيها national team national team national team race سباق سومر سباح رانر اوكي هنا عندي رانر مكتوبة عادية انا مش عارفة اقراها صراحة باللغة العربية عشان مفتيش انما رانر معناها The person who run quickly The person who run fast برونز برونزية جاين يلتحق بي دي هنا عندي فرب Have won فاز Including مشتملا على Sitting volleyball كرة طائرة للمقعدين يعني ايه احنا اصلا عارفين ان كلمة volleyball معناها كرة طائرة اوكي انما عندي setting جاية من الverb set يعني قاعد كده للمقعدين يبقى الكرة الطائرة الخاصة بالمقعدين اللي هما بيكون عندهم disability عندهم اعاقة بقول عليها setting volleyball افريقا قارة افريقيا طيب من هنا بقى عايزة تركيز كويس قوي عشان هقول لكم وايه الاسئلة اللي ممكن تيجي في الاجزاء دي النهاردة في listen for هتكلم عن ثلاث نمازج هتكلم عن ثلاث نمازج من الpersons الاشخاص اللي عندهم disabilities عندهم اعاقات اعاقات مختلفة وكل واحد فيهم متميز في لعبة معينة انا المطلوب مني اعرف اسم كل واحد فيهم واعرف اللعبة اللي هو تميز بيها وكمان والميدالز الميداليات اللي هو حصل عليها اوكي طيب هنا بيبدأ بيعرفني بالlisten اللي هتكلم فيه بيقول لي الالعاب الولمبية الخاصة بمين الخاصة بزوي الهمة is an international competition for athletes with disabilities دي بتبقى عبارة كده عن مسابقة عالمية خاصة بلاعبين العاب القوة اللي هم عندهم ايه disabilities عندهم اعاقات like the olympics it takes place every four years خدوا بالكو ممكن يجي يسألكو الاولمبكس دي بتعقد كل قد ايه لازم كلمة every يعني كل every four years كل اربع سنوات and is held بتعقد in a different country برضو different دي مهمة جدا على فكرة هي كل اربع سنين بتعقد بس مش بتعقد in the same country مش في نفس الدولة انما in a different country كل مرة في دولة مختلفة is an important area in sports and Egypt has many athletes who take part in these competitions يبقى النماسك اللي هنتكلم عليها الأسماء اللي هنقولها دلوقتي دول ايجيبشن دول مصريين من ايه من زوي الهمم number one امسكوا القلم كده وخططوا معايا number one عندي مين ايا ايمن عباس ايا ايمن عباس is a swimming champion دي بطل كده في ايه في السباحة who has won كسبت the Egypt cup كسبت كاس مصر three times ثلاث مرات she was the first female Egyptian Paralympic swimmer in Rio in 2016 هنا عندي female يعني انثى يعني هي اول انثى مصرية تشترك في ال Paralympic Games in Rio in 2016 she has won هي كسبت ايه بقى lots of gold silver and bronze medals in many different countries ايا كسبت ميداليات كتير منها الجولد ومنها السيلفر ومنها ال bronze in many different countries في دول مختلفة number two هتكلم عن مين مصطفى فتحالة مصطفى فتحالة is a runner who takes part in 100 meter two hundred meter and four hundred meter races يعني انا عندي مثلا سباق الميت متر هو اتمرن وبقى احسن وافضل يشترك بقى في السباق الاعلى منه اللي هو two hundred meter اللي هو سباق الميتين متر بقى افضل وافضل واشتغل على نفسه كتير هيبدأ بقى انه هو يشترك في السباق الاكبر اللي هو four hundred meter اللي هو سباق الربعمية متر he joined the national team هو التحق بالفريق الوطني in Egypt in 2006 2006 and has taken part in lots of international competitions ومش بس كده ده كمان اشترك في مسابقات ومنافسات عالمية he has won many medals هو حصل على ميداليات كتير including بتشمل الجولد in the world championship in New Zealand خدوا بالكو الوحيد اللي كسب الجولد من نيوزلاند هو مصطفى فتح الله لاني ممكن يجي سؤال زي ده مش هقول طبعا اية ولكن هقول مصطفى فتح الله اوكي يعني اعرف كده كل واحد او كل اسم منهم اللي بيميزه the last one اخر واحد عندي احمد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح plays setting volleyball ده بيلعب كده كرة طيرة للمقعدين يعني هو قاعد على كرسي he took part in 2016 rio paralympics where the team won bronze هو اشترك سنة 2016 في الريو paralympics where the team won اللي الفريق ساعتها كسب الميدالية البرونز he has played with his team in africa and brazil and they have won many international competitions for egypt هو لعب مع الفريق بتاعه في افريقا وفي البرازيل وحصل على ميداليات كتير جدا في الانترناشنال يبقى احنا اخدنا مين اخدنا آية ايمن عباس واخدنا مصطفى فتح الله واخدنا احمد عبد الفتاح اوكي طيب هنا بيقول being a paralimbic or olympic athlete takes years of dedication سواء انت كنت paralimbic يعني عندك disability عندك اعاقة او انت olympic athlete يعني لعب رياضي من اللي بيمارس العاب القوة ده ايه بقى takes years of dedication and hard work طبعا اي حد بيتميز في لعبة معينة وبياخد ميدالية فيها اكيد هو ما خداش بالحظ اكيد هو قاعد اتمرن كتير جدا وكان فيه hard work كان فيه تعب جدا 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 اوكي عشان ياخد الميدالية دي not everyone can get to this level but there are many opportunities for everyone to take part and have fun doing a sport they enjoy هو هنا بيقول لي ان المستوى اللي هو وصلوله ده ما كانش اي حد يعرف يوصل للمستوى ده بس برضو there are many opportunities يعني فيه فرص for everyone لكل واحد to take part and to have fun ان هو يستمتع doing a sport they enjoy ان هو يمارس اللعبة اللي بيحبها طيب انا حبصتلكوا الجزء ده دلوقتي مثلا انا عندي اتنين بيمارسوا لـ swimming بيمارسوا السباح واحد بيمارسها من اول يوم كده روح للكابتن وقال له لأ انا عايز اشترك في competition عايز احسن مستوية والتاني كان بيعمل ايه كان مجرد ان هو to have fun ان هو بيمارس بس لـ swimming علشان يستمتع بالوقت طيب الاولان اللي كان عايز يشترك في competition وياخد ميدالز ياخد ميداليات ده بيروح كل يوم كده وبالنسباله hard work تعامل شاق جدا لازم يروح كل يوم يتمرن اوكي انما التاني اللي بيمارسها to have fun ان هو يستمتع عادي هو بيروح بس مرتين في الاسبوع to have fun ان هو يستمتع يعني بيقول ان الـ sport الرياضة انت ممكن تمارسها to have fun عشان تستمتع بيها وممكن تمارسها كده وتبزل hard work عمل شاق جدا عشان في الاخر تشترك في competition تشترك في منافسات ان انت تاخد ميدالز تحصل على جوائز طيب حاني كده الجزء العشان ناس كتير طلبت مني ان انا ابدأ احل في الفيديو فتابعوا معايا كده بالنسبة دي مش محتاجة حاجة خالص دي حاسبها لولادكو كده بعد ما يحفظوا الكلمات الموجودة في الليسن نيجي هنا عندي في نمبر 2 اوكي بصوا ولكن قبل ما ابدأ ان انا احل طيب قبل ما حل هي في ناس بعدتلي عايزان احل وفي ناس ما بعدتليش طيب اللي عايزني بعد كده ان انا احل في الفيديو يعملي لايك على الفيديو من خلال العدد اللي هاجيلي على الفيديو لو لقيت ان انتم فعلا كمية كتير عايزاني احل هحل والله انا مش برضى حل بس علشان الفيديو ميبقاش طويل بالنسبة لكم. اوكي? طيب هنا عندي في بيقول لي يعني احنا حنقرأ التاكست اللي احنا قرأنا مع بعض دلوقتي. تعالوا بقى كده ركزوا معي. هنا بيقول لي هي بتعقد كل سنة. انا قلت كده. هنا انا عندي نو. دي كانت كل اربع سنوات. number two. people from all over the world can take part in the Paralympics. يعني الناس من جميع انحاء العالم ممكن تشترك في ال Paralympics. excellent yes. number three the Paralympics is held in the same place. انا قلت ان هي بتعقد كل اربع سنين in the same place. في نفس المكان. نو. انا قلت in the different place. كل مرة في مكان مختلف. in the different place. number four. you need to work hard to take part in Paris sports. excellent. yes. لازم بشتغل ع نفسك كده وتبزل hard work. يعني عمل shock to take part in Paris sports. number five. no Egyptian female athlete took part in Paris sports competitions. مفيش ولا واحدة خالص انثة اشتركت في ال Paris sports competitions. no. هنا عندي نو. ام الاية بتعمل ايه. number three. read the text again and choose the correct answer. the Paralympic games. انهي واحدة صحة من دول اولى على ال Paralympic games. هل an Egyptian competition? an international competition? ها مستنية اجابتكو? excellent. an international competition. انا بكمل بقى ع نفس المعلومة. طيب هل برضو هقول عليها for athletes with disabilities or for athletes who do more one sport. انا كده بتكلم عن مين? على ال Paralympic games. يعني في كل سؤال كده هطلع الاول اقرأ Paralympic games. بعد كده انزل اخطار من الاختيارات. excellent. for athletes with disabilities. number three. held the four times a year. يعني اربع مرات خلال السنة. or held every four years. excellent. held every four years. لازم يكون عندي every day. كل اربع سنوات. number four. in a different country each time or in the same country each time. excellent. برافو عليكو. in a different country each time. كل مرة بتعقد في دولة مختلفة. number four. هنا بيقولي راية اية اكتب اية or مصطفى or احمد. طيب انا هنا عندي مصطفى فتح الله واية ايمن عباس واحمد عبد الفتاح. اكيد كده هيقولي information معلومات واشوف المعلومات دي خاصة باني واحد فيه. طيب. number one. plays setting volleyball. مين هو? excellent. احمد عبد الفتاح. انا مجرد بس هنا حكتب احمد. number two. is a swimming champion. بطل رياضي. excellent. اية. number three. won a gold medal in the world championships in newsland. فاكرين نيوزلاند. قلتلكو تربطوها باني اسم منهم. برافو عليكو. مصطفى. شاطرين جدا. طيب. نيجي هنا عندي في number four. number four بيقولي is a one hundred two hundred and four hundred meter runner. مين هو? excellent. مصطفى. مصطفى. نكتب هنا كده مصطفى. number five. won a bronze medal in the 2016 ريو باراليمبكس. مين بقى هو ده? احمد. excellent. احمد. number six. is the first female Egyptian Paralympic swimmer. على طول. مين هيا السويمر اللي عندي النهاردة? excellent. اية. number seven. has played in Africa and Brazil. مين بقى هو اللي كان بيلعب في افريكا and Brazil? excellent. احمد. طيب هنا عندي في number eight. joined the Egyptian national team in 2006. مصطفى. excellent. مصطفى. number nine. has won lots of gold, silver and bronze medals. excellent. اية. number five. write a paragraph five sentences on. طيب حكتب خمس جمل عن ايه? my favorite sports. عن الرياضات المفضلة بالنسبالي. انا حسيب لكم الparagraph ده مورك. ولكن خدوا بالكو. انتو لو حتقولوا my favorite sports. انا هنا عندي sports spoiler. يعني جمع. يعني حقول or. يعني حقول كزا sport. كزا رياضة. طب ياميس مروة لو حتكلم على sport واحدة بس. singular. مفرط. حقول my favorite sport بدون s. واقول is. واقول حاجة واحدة بس. وليكن حتكون swimming. وليكن حتكون running. اوكي? يبقى كده حبيبي احنا انتهينا. من lesson four. في unit one. من هتconnect plus لgrade. four. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. وسبسكرايب للقناة لو انتو اول مرة تتابعوني. ولو عندكم اي استفسار اكتبولي في ال comment تحت. وانا هرد عليكم. وشكرا حبيبي وان شاء الله نتقابل فيديو جديد.